بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى نبينا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي نتمنى أن يكون لقاءا مباركا ومفيدا للجميع حقيقة ليتني كنت أكثر فصاحة لأجل هذه الليلة ليتني كنت مبسوطا لسان فلقاء كمثل هذا اللقاء يحتاج كلاما بينا سهل المخرج مضطردا ومتفقا ويصيب الممتنع ويدرك المنيع وأنا لمثلي ذلك وأنا في حضرتكم أيها الكرام وأنا أيضا أقدم للبحر الذي أريد أن أغترف وإياكم اغترفوا مثلكم منه إنه يوم حسن وجدت عن نفسي وجدت معه بشرا وطلاقة وإشراقا هذا اليوم وقد حفلت به واحتفلت وأخذت له عدة وأداة فضيفنا هو الدكتور عدنان من ليس لي بالحديث عنه يدان ولا طاقة فمقام مثله مقام الحفاوة والإكرام والإدناء ولا أريد أن أغوص في التعريف عن الدكتور فالدكتور معروف لديكم ولدينا جميعا فهو اسم قد فرض وجوده ونفسه على جميع الأصعدة فعلى غزة السلام التي ولد فيها الدكتور عدنان وعلى جميع حواضر المسلمين ودكتور عدنان نعرف عنه أنه خطيب في العاصمة النمساوية ولكن خطبه بلغت المشرق والمغرب بفضل الله عليه وعلينا وأستطيع أن أقول أننا اليوم أن ضيفنا اليوم مفكر وإصلاحي وهو في ذات الوقت درس الطب ويجيد العديد من اللغات وله اشتغال حقيقي بمجموعة من العلوم كمصطلح الحديث وأصول الفقه وعلوم العقائد والفكر وقبل ذلك كله الحسن النظر في كتاب الله عز وجل والاهتمام به والإشادة به وله كذلك العديد من المسلسلات الحوارية الطويلة والقصيرة فمن مطرقة البرهان والزجاج الإلحاد إلى نظرية التطور إلى غيرها من المسلسلات الفكرية التي استفدنا منها جميعا لا أريد أيضا أن أطيل في الحديث عنه لأنه كما أعتقد لا يوجد واحد من الموجودين الآن في هذه الغرفة إلا وإطروحات الدكتور عدنان إبراهيم أثر في مسيرته وفي يعني توضيح بعض الأمور التي ربما يوما ما أشكلت عليه لماذا نحتفي اليوم بالدكتور عدنان إبراهيم ولماذا نستضيفه هذه الليلة أولا لأنه أحد رموز الفكر والعلم المؤثرين ونحن كشباب المسلمين نفخر بأمثاله حقيقة وأيضا لإيمان الدكتور بالحوار والانفتاح على الآخر ولإيمانه أيضا بضرورة النقد العلمي الدقيق والممنهج ولموسوعيته التي نحتاجها بالفعل في النظرة التكاملية اليوم لتراثنا ولأحوالنا وأخيرا لتجربته الرائعة والرائدة في التعايش مع الآخر الآخر الذي ارتسم في صورتنا أنه مخيف ومفزع وعدو ومتربص ولم نستطع أن نتعايش معه إلا بالعداوة وفقه الدماء وغير ذلك لكن نريد أن نستلهم مثل هذه التجربة الفريدة في هذا الباب باب التعايش مع الغرب وكيف تلك التجربة أخيرا في هذه التقدمة لا أريد أن أثني على الدكتور كثيرا ولكني أدعو له كما يدعو المؤمنون لبعضهم فأقول اللهم افتح عليه وسدده وألهم رشده وزده توفيقا وهدى واجعل ما قدمه لأمته من الخير المحضر في الدنيا والآخرة حياك الله يا دكتور عدنان وأهلا وسهلا ومرحبا بك بين إخوانك وأحبابك حياك الله أخي الفاضل سعادة الدكتور سلطان حيا الله أخي محمد خميس وحيا الله أكادمية قرآني وكل السيدات والسادة الذين يتوجدون وسيلتحقون بنا أيضا في هذه الليلة التي أرجو وآمل أن يكون فيها بعض يعني بعض النفع في ما قدر الله تبارك وتعالى من هذا الوقت الضيق حياك الله يا دكتور وأهلا وسهلا ومرحبا بك قبل أن نبدأ معي الأستاذ ياسر عديرقاوي إذا أحب أن يرحب بالدكتور فقط شكرا دكتور سلطان التحية أولا لجمهور الأكاديمية والتي بهم لو لا هم لم تكن الأكاديمية والتحية أيضا لكل المدريتر في الأكاديمية وليس المقام مقام حديث وهذا الوجود وهذا العالم سائر إلى الأمام أبدا ولن ينتظرنا حتى نفرغ من تنهداتنا وتأوهاتنا لنصفنا من خصومنا فلننصف أنفسنا بأنفسنا ومن أنفسنا الترحاب الحار بالدكتور عدنان إبراهيم وهو غني عن التعريف وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من وقتنا في حضرة الدكتور فمرحبا به وكما قلت لكم ليس المقام مقام حديث شكرا جزيلا شكرا شكرا أستاذ ياسر إذن حياك الله دكتور ونريد أن نبدأ مباشرة نحن حضرنا بعض المحاور التي نريد أن نتحدث عنها أتمنى أن يدركنا أو أتمنى أن يكفينا الوقت لإدراك هذه المحاور كلها الدكتور عدنان محور الأول عن الله سبحانه وتعالى العزيز الحميد هذا المحور سنتناول فيه بعض القضايا المتعلقة بوجوده سبحانه وتعالى وبفكرة الإلحاد إلى أخذ هذا الأمر فمبدئيا هناك دكتور عدنان أطروحات اليوم نسمعها من الفريقين مضمون هذه الأطروحات حول كفاية الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى هل من الممكن أن نقول أن الأدلة العقلية كافية في إثبات وجود الخالق أم لا بد من وجود معادل إيماني تسليمي تفضل الدكتور شكرا عزيزي دكتور سلطان وشكرا على هذا السؤال الجميل والمهم يعني السؤال يدور كما استمعت إلي عن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى وهل يمكن الاقتصار في هذا الباب على الأدلة العقلية وحدها أم لا بد من أنواع أخرى ربما من الأدلة يعني ما سميته حضرتك يعني المعادل الإيماني التسليمي يمكن طبعا أن يكون مكافئا ومرادفا لما يعرف خاصة في أدبيات اللاهوت الغربي المعاصرة بالتجربة الدينية وهي طبعا ذات طابع شخصي أو سبجيكتف ذاتي على كل حال كما ربما تحدثت مع أخي محمد خميس أنا أريد على غير عاداتي السيئة التي هي الإغراق في بعض التفاصيل والتقصي وهذا قد لا يكون مناسبا ولا ملائما بالوقت المحدد لهذه الحلقة لذلك أحاول إن شاء الله وأرجو أن أمقفق فإلا أمقفق فأرجو المعذر منكم يعني مسبقا أن أكون مكثفا وأن أكون مركزا أولا بخصوص الأدلة العقلية بشكل عام إذا استثنينا الفيلسوف النقد العظيم إيمانو الكانت صاحب نقد العقل المحد فهناك بلا شك ثمت سبل عقلية مقررة من قديم من أيام طبعا الفلاسفة اليونان المعروفين الكبار سكراط وأفلاطون وأرسطو فمن تلا إلى اليوم سبل ومناهج عقلية مقررة ومعروفة في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى إلا أن كانت اختطت خطة مختلفة وانتهى بعد بحث طويل ومضنل إلى أن العقل بطبيعته وطبيعة اشتغاله غير مؤهل لأن يخوض في هذا الباب باب وجود الله تبارك وتعالى هل هو موجود أو غير موجود العقل غير مؤهل لا إثباتا ولا نفيا طبعا المؤررات الكانتية المشهورة ولا كذلك طبعا حتى الكلام في مسألة خرود النفس والمسألة الثالثة التي قطع كانت من وجهة نظرية وموقفية الفلسفية النقدي بأن العقل غير مؤهل الخوض فيها هي مسألة حرية الإرادة إذا استثنين كانت سائر الفلسفة المتألهة طبعا بلا شك أو المؤلهين اعتقدوا بأن الأدلة العقلية ممكنة وموجودة وإن طبعا اختلف التفضيل لهذا الدليل أو لذاك الدليل من فيلسوف إلى آخر ولا أريد أن أخذ طبعا في هذه الأدلة ليس هذا موضوع السؤال لكن ربما من المفيد أن أشير أيضا إلى أن بعض الفلسفة المعاصرين مثل ريتشارد سوينبيرن هو لم يعتمد أو لا يرى ولا يعني يفضل اعتماد دليل واحد برأسه على أنه دليل قاطع أو كاف سوفيشنت يعني في هذا الباب وذهب إلى خطة مختلفة طبعا روحها استقرائية روح هذه الخطة إيه استقراء أو جوهر واستقرائي على مستوى الأدلة وليس على مستوى الظاهر أو الديتا تذهب إلى أن الدليل على الله من طبيعة تراكمية بمعنى أنك قد تقيم دليلا ما وهذا الدليل يساعد بنسبة محددة ثم تضم إليه دليل آخر يساعد بنسبة أخرى وهكذا حتى إذا اجتمع لديك مجموعة من الأدلة ربما ترتقي باعتمادها واعتبارها إلى درجة اليقين أو درجة قريبة من اليقين أو ما يسميه علماء مستوى الحديث لدينا على الطريقة الحنفية علم الطمأنينة وليس علم اليقين هذه كلمة عامة بخصوص الأدلة العقلية من غير تفاصيل الآن بخصوص ما سميته عزيزي دكتور سلطان المعادل الإيماني التسليمي بلا شك لا أعتقد أن شخصا له تجربة إيمانية أو حتى درس الإيمان ما الخارج درس الإيمان ما الخارج لأن مناهج دراسة التجربة الإيمانية كثيرة لكن تتوزع على منهجين رئيسين المنهج الذي يدرسه من خارج وهذا يمكن أن يقوم به حتى أي فيلسوف وأي دارس حتى لو كان ملحدا المنهج الآخر دراستها من داخل وهي الخطة التي اختطها الفيلسوف لبراجماتي الكبير وعالم النفس طبعا الشهير وليام جيمس في كتابه تنويعات أو صنوف من التجربة الدينية أعتقد أنه ترجم ربما في الفترة الأخيرة وهو كتاب مهم جدا في بابه هو اختط الخطة الثانية ونهج المنهج الثاني أعتقد وجهة نظري الشخصية التي قد تخالفونني أو توافقونني فيها فضلا دكتور لو أعدت اسم الكتاب كتاب وليام جيمس اسمه يعني أصناف أو تنوعات من التجربة الدينية كتاب مهم جدا في الحقيقة هو ألقاه وليام جيمس يعني وكان من أوائل الذين اطلعوا بإلقاء محاضرات جيفورد المشهورة في المملكة المتحدة نعم التي بدأ سن 1888 وأشهر ربما أشهر محاضرات جيفورد هي هذه المحاضرات لوليام جيمس والتي اعتمدها بعد ذلك ويعني أخرجها في شكل كتاب هو من أهم الكتب التي درست التجربة الدينية على الإطلاق فعلى كل حال أقول من جهتي الإمام بطبيعته وكون متعلقه وموضوعه الغيب يؤمنون بالغيب طبعا لا يقال أنا مؤمن مثلا بخصوص قضية شهودية أنا مؤمن بأن المطر ينزل بكالك هذا تتجاوز وتسامح لفظي هذا لا يعتبر إي إيمانا الإيمان لابد أن يكون موضوعه ومتعلقه من القضايا غير الشهودية بطبيعتها القضايا الغيبية يؤمنون بالغيب فبطبيعته لا مناصفه من هذا الشطر التسليمي الذي وسمته بالتسليمي بطبيعته ولذلك الإيمان لابد أن يكون فيه ما دعا مؤسس الوجودية ومن حسن الحظ كانت وجودية مؤمنة ولم تكن وجودية ملحدة سورين كيركيجو الدنماركي سمى قفزة أو الليب يعني قفزة الإيمان لابد في نهاية المطاف من الإيمان لابد فيه من نوع قفزة من نوع قفزة هذه القفزة أنا أعتقد أنها قد تردم الفجوة التي لم يتح ردمها باليقين العقلاني أو بالدلة العقلية المتحدثة عنها قبيل قليل فلابد من هذه الفجوة قد تتسع هذه الفجوة حين تضعف أو تتراجع كفاية الأدلة العقلية على الأقل لو من منظور نسبي من منظور الشخص الذي اعتمد واتطلع بهذه الأدلة فإذا لا بد أن أعتقد مبدئيا أن نوافق على أن الإيمان لا يخلو من هذا الشطر التسليمي أو من هذا الجزء الذاتي إذن وهنا سأقترح شيئا يعني خطر لي الآن أثناء محادثتي معكم وحديثي إليكم حافظكم الله وسعدكم جميعا أنا أخاطب طبعا جميع السيدات والسادة أنني خطر لي أن أسك مصطلحا جديدا خطر لي الآن لا أدري لماذا وهو مصطلح يتعلق باليقين الذاتي أنا سأسميه اليقين الذاتي طبعا المتعارف عليه عبر الأعصار أن اليقين هو ذو طابع موضوعي لكي يتحدث عن يقين ويكون له حتى يقيمة تناولية أو جدالية لا بد أن يكون موضوعيا أو بجكتب لا في خصوص الإيمان طبعا هذا اليقين الأبجكتب أو اليقين الموضوعي عموما لا بد أن نتوافق عليه بخصوص القضايا الطبيعية القضايا الشهودية بالتعبير الديني أما القضايا الغلبية وهي قضايا الإيمان فهذه بطبيعته لا بد أن يكون لها يقين من نوع خاص وهو اليقين الذاتي اليقين الذاتي الآن قد يرى بعض الناس وبعض المفكرين أن هذا المصطلح متهافذ ذاتيا متهافذ ذاتيا وليس له حتى أي مردود إيجابي أنا أختلف مع هذا المنظور لماذا؟ لأسباب كثيرة ولا تتعلق فقط بالقضايا الإيمانية بل تتعلق بكل القضايا التي يمكن أن تسمى قضايا يعني غير طبيعية أو غير معتادة أو غير خاضعة حتى لما نعلم من قوانين المادة وقوانين الطبيعة أو ما يعرف بالظواهر الباراسيكولوجية الظواهر فوقي الطبيعية الظواهر الساي إلى آخره اليوم صباحا من حسن الحظ أحد أحبابي من المغرب الشقيق نعم يبعث لي رسالة يحدثني فيها عن تجربة وقعت له طبعا يبدو أنه إي مرة بعدد لا بأس به من هذه التجارب وحدثنا ببعضها وكان من أكثر ما أثارني هذه التجربة أنه كان على شاطئ البحر ومعه زوجه وأطفاله الصغار وبعد ذلك شعر بنوع من التعب فاستأذن لكي يأخذ نوعا من القيلولة وقت الظهر قال لي لم أنم تقريبا إلا دقيقتين لا أدري ما الذي أيقضني من نومي وكنت كالمجنون قمت أصيح طبعا زوجتي ذهلت لم تفهم لماذا أصيح ولم أجبها لأنني قمت أركض مباشرة وليس إلى جهة الشاطئ إنما إلى الجهة الأخرى من وراء ربما شيء أشبه بالتلة أو صخور وانحدرت منها إلى الشاطئ نزولا والكل ينظر إليه كما أخبروا بعد ذلك يظنوا أنه مس أو حدث له شيء المكان الذي انحذر إليه من هذه التلة أو من المرتفعات الصغيرة هذه هناك ابنه سامي ومعه طفل أخرى كان يغرقان سبحان الله أنقذهم في آخر لحظة وحين هرع عليه الناس وجاء المنقذ هناك قال له أنا عجب جدا جدا من الحركة التي قمت بها ولماذا كنت تجري بهذه الطريقة لكن شيء عجيب الذي وقع لك هذه اليوم يعني اليوم صباحا تلقيتها طبعا أنا يعني يتوفر لي العشرات إن لم يكن المئات من مثل هذه الحكاية المصدقة من أصحابها مباشرة فضلا عما طبعا ويقع لي شخصيا لا أعتقد أن إنسانا تخلو حياته من مثل هذه الوقائع اللافتة جدا طبعا هذه الوقائع قد يكون لها مردود تنويري حالة من التنوير كالتي وقعت ربما لبودة وقد يكون لها مردود إنقاذي كالذي وقع لمحدثي المغرب الطيب هذا على كل حال هذه التجارب الذاتية التي تقع لنا من بينها ما يمكن أن يكون مسلوكا في سلك القضية الإيمانية الاتصال بالله الاستدلال على الله الشعور بالله تبارك وتعالى قد ترتقي إلى درجة اليقين هذا اليقين أنا سأسميه اليقين الذاتي يعني غير معقول بطبيعة الأمر أن يطلب برهنة هذا اليقين بطريقة موضوعية خارج الإخبار خارج الحكاية خارج الرواية هذا غير مقبول بالكامل لكن هل هذا حقيقة هل هذا يبطل قيمة هذا اليقين في ذاته اليقين الذاتي طبعا إذا تحدث بهذا المنطق لأي شخص وقع له مثل هذا الشيء يعني سينظر إليك باستغراب يعني كيف يمكن أن تبطل أي شيء أو تدعي يبطل شيء أنا مررت به شخصيا طبعا ولا أتحدث عن الحالات التي يمكن أن تكون من اختصاص الطب النفسي ومشاكل لا لا أتحدث عن حالات وقعت الأناس يعني متزنين تماما وهذه الحالات برهنت نفسها مباشرة مثل حالتي محدثي في هذا الصباح برهنت نفسها وبرهنت واقعيتها ومردوديتها بشكل لا يمكن إنكاره فالإيمان فيه هذا الجانب إذن لنتكلم عن نوع آخر أيضا من اليقين يمكن أن يرفض الإيمان ويدعم قضيته أنه اليقين الذاتي فضلا عن اليقين الموضوعي الذي يدعي طبعا فلاسفة اللهوت أو اللهوتيون وفلاسفة الإيمان والمؤمنون أن لديهم القدرة على إقامة وتشجيد الأدلة عليهم إلا أن الآخرين يخالفونهم هذا موضوع طبعا يطول فيه الحديث أكتفي بهذا القدر من الجواب عن هذا السؤال تمام دكتور يعني إجابتك ربما تأخذ بأيدينا إلى الدخول للسؤال الآخر مباشرة يعني ربما يفهم من إجابتك نوع تبرير ولو من بعيد بطرف خفي إلى منطقية الإلحاد أو الوقوع في الإلحاد مثلا السؤال الثاني المرتبط بهذه النقطة الآن الإلحاد في الوطن العربي لا أحد ينكر وجود هذه الظاهرة اليوم وتناميها من وجهة نظر الدكتور عبد النان المتخصص في هذه القضية والتي طرقها تقريرا ونقدا كيف يقيم هذه الحركة وهل هناك ما يعني يدعو للقلق تجاه الشباب المسلم اليوم طيب أرجو أيضا أن أكون مقتصدا هنا وبلا شك يعني جوابي لن يلقى طبعا ربما إيش للتوافق علي مثل طبعا سائر الأجوب لكن أنا ستحدث أي بما أقدره من موقفي ومن جهة النظري طبعا أن هناك ما يدعو للقلق خاصة من خلال المنظور يعني الذي ينظر ويتطلع منه المؤمنون بلا شك أنا كنت قلقا إذا هذه الحالة قبل أن تمفجر يعني الآن في حالة في طور انفجاري بلا شك وطور تشضن أعتقد يعني أنا ربما مع 2010 بدأت يعني أستشعر ذلك وحدثت جماعة من أصدقائي من الفكي والعلماء استبعت ذلك هم وسخروا منه طبعا لسوء الحظ ولسوء الطالع بعض هؤلاء بتري في أولاده يعني بعضهم يعني أبناءه كذا للأسف الشديد إنحازوا للحاد على كل حال أنها تدعو للقلق بلا شك بلا شك وخاصة الآن في هذه اللحظة كما قلت وهي في طور انفجاري انشطاري طور من التشضي لكن كيف أقيمها أنا طبعا لا أتابعي بشكل دقيق أو تفصيلي لا 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 أنا معني بهذا الملف على مستوى فلسفي وعلى مستوى لاهوتي وبلا شك يعني من أراد أن يكون جادا في التعاطي مع هذا الملف فليتعاطى مع خير من يمثله الحاد الآن طبعا أكثر الحاد المنتشر والذي يحظى بالقبل هو الحاد العلمي وهذا أنا لا أخشى كثيرا يعني لأنني خبير به على ربما أكثر من مستوى خصوصا لجهة أن العلماء حين يصبحون طبعا ملحدين مناضلين أو ملتنت يعني هؤلاء لا يخفون كثيرا لما ثبت ليس بالدعوة والزعم وإنما باستقراء أعمالهم والوقوف على طرقهم في المجادرة والمحاجة أنهم للأسف الشديد فلاسفة ضعفة فضلا عن أن يكونوا غير لهوتيين أصلا ومعلوماتهم لهوتية شبه من عدمة ومبتثرة وشديدة الإختزالية أو الردية لكن الجهة الثالثة التي تثير القلق أكثر لا الإلحاد الفلسفي وليس المعاصر عاد عبر العصور عبر العصور الحاد المعاصر يعني كل الجديد الذي جاء به أنه بدأ يتكى على عكازة العلم بدأ يتكى على عكازة العلم في طبعا يعني إقامة بعض أقيسته لأن العلم لا يستطيع أن يمدنا إلا بمقدمات برميسس فقط مقدمات تستخدم في بناءه تشريد أقيسة معينة أظن أن العالم الإنجليزي الكبير والذي حتى شارف أن يأخذ نوبل في وقته لكن لم يحظى بها لويس وولبرت ذكر مرة في أحد أعماله أن عالما في فيزياء الكم قد يكون عالما كبيرا وعالما باذخا إلا أنه لا يزيد هكذا تعبير وولبرت لا يزيد في معرفته بالفلسفة عما يمكن أن يوجد لدى ميكانيكي سيارات وهو صادق في ذلك إلى حد ما صادق في ذلك إلى حد ما لذلك أنا أتعاطى مع الحاد كما قلت يعني بالنظر إلى خير من يمثله أو ينظرهم كذلك هم الآن يعني بعض العلماء في الحاد العلمي والفلاسفة عموما حين أعود وأرتد طبعا وأنا لا أفعل هذا كما قلت بشكل تفصيلي ولا بشكل جدي حين أعود إلى بعض مقاربات شبابنا وأخواتنا شوابنا العربيات ماذا يكتبون بماذا يجادلون حول ماذا يتجادلون بأي طريقة بأي مستوى طبعا أرى للأسف الشديد أن معظمهم ليسوا جادين وهؤلاء لم يلحده لا عن دراس جادة ولا عن تعمق حقيقي لا في العلم ولا في الفلسفة فضلا عن أن يكون متعمقين في اللاهود ولذلك هذا يبعثنا على أن نجيب عن السؤال الذي يثور في هذا المقام وهو سؤال يتعلق بالبواعث غير الفكرية غير الفلسفية البحثة لإلحادهم لماذا ألحد إذن هؤلاء إذن لم يكنوا فلاسفة حقيقيين ولا دارسين متعمقين للفلسفة ولا علماء حقيقيين ماجدين ولا لهتيين أقوالهم معتبرة في هذا الباب لماذا ألحدوا إذن ما الذي لزهم أو اضطرهم إلحاد فبلا شك أننا سنكون أمام جملة من الأسباب الاجتماعية والأسباب النفسية وطبعا بلا شك الحالة الدينية والطرح الديني والثقافة الدينية الآن والخطاب الديني دي سكورس الديني كما يقال يعني بلا شك أيضا له إسهامه أنا لا أنكر هذا وخاصة في السنوات الأخيرة التي انفجر فيها يعني ما يسمى بالإرهاب الإسلامي بين مزدوجين وإن كان مصنوعا كما يعلم الجميع ومعروف ما هي الجهات التي صنعته وترعاه على أني أيضا أنا أحب دائما أكون متوازنا وأكون أمينا مع ضميري يعني أرجو أن أكون إن شاء الله كما أعد دائما أحبابي أو الدائي بأنني ملتزم معهم بالصدق طبعا لا ألتزم بالحقيقة إطلاقا لأنني من أنا حتى يعني أدعي أنني أقبض أو أقنص الحقيقة أنا أقارب فقط أنا أقارب مثل كل عشاق الحقيقة أحاول أن أقارب الحقيقة ولذلك هذه المسألة لن تنتهي وهذه المسيرة لن تنتهي يعني إلا بالموت طبعا وطبعا لن نبلغ الحقيقة حتى لو متنا الكاملة ربما نطالع وجهها إن شاء الله في العالم الآخر لكن في هذا العالم نحن سنظل نقاربها أقول أنا ملتزم بالصدق نستم ملتزما بالحقيقة لذلك سأستثني عن نفسي أقول أيضا هؤلاء الذين وصفت بأنهم إرهابيون إسلاميون ينتسبون إلى الإسلام أنهم مصنوعون ومعروف من هي العين التي ترعاهم وتمدهم إلا إلا أنه لم يكن أصلا من إن كان لصناعتهم ورعايتهم وتهييجهم وإثارتهم بغير أن يكونوا مهيئين لذلك ما الذي هيئه هو هذا رداءة أشطار من الخطاب الإسلامي المعاصر بارغة الرداء شديدة الرداء والبؤس للأسف الشديد هي التي جعلت هؤلاء مهيئين لأن يقوموا بهذا الدور الوظيفي ماذا أقول الشرير إلا ما أقول اللعين طبعا بلا شك هو اللعين هذا أثر أثر كثيرا وعلى فكرة في الشرق والغرب الغربيون عموما أقرب إلى العقلانية وترشيل خطابهم وتفكيرهم مننا نحن الشرقيين هذا معروف لحد الآن للأسف الشديد أرجو أن تتغير هذه الحالة ولن تتغير إلا بجهد ثقافي كبير جدا بل بثورة ثقافية وفكرية وعلمية ولكن مع ذلك أنت تجد كثيرا جدا من الغربيين على مستوى الشارع وحتى على مستوى الإعلام وبقدر أقل طبعا بكثير على مستوى الأكاديميين الصارمين من يظن أن الإسلام دين إرهاب ودين جريمة ودين كراهية ودين بغضاء ولماذا؟ علشان من أجل داعش ومن أجل قاعدة طبعا هذه طريقة ليست دقيقة في التفكير وليست علمية لكن هكذا للأسف الشديد يعني يفكر الناس وهكذا ينساق الناس بتداعيات نفسية وليس بانتقالات منطقية للأسف الشديد العقل البشري حتى على المستوى الفردي وعلى المستوى المجموعي إذا استثنينا فقط الفلاسفة والعلماء الكبار الذين يكونوا واعين بالطريقة التي يفكرون فيها ودائما يرتدون أيضا إلى ذواتهم وعلى ذواتهم باستمرار في حركة من النقد الذاتي والتصريح الذاتي لكي يبلغوا مستويات أسمق وأعلى أيضا من مشارفة الحقيقة التي لن يللوها يوما باستثناء هؤلاء العقل البشري فرديا كان أم جماعيا يقفز ويتنقل بطريقة سيكولوجية أكثر منها منطقية للأسف الشديد وهذا حصل على مستويات أكبر من هذا الموضوع الذي نطرحه ولا يزال يحصل فهذا تقييم لهذه المسألة بشكل عام تسلم جميل جميل دكتور استرسالك في هذا الموضوع المهم بالفعل دعني أقلب الصفحة إلى إلى الداخل قليلا الصراعات الكلاسيكية في الداخل الإسلامي في موضوع الصفات بين الفرق الجهنية والمعتزلة والإخلاعرة هذه الصراعات من وجهة نظر الدكتور عدنان هل يجب أن نتجاوزها هل هي مرحلة مرت ويجب أن تنتهي ولا نلتفت إليها مرة أخرى أم أنها قدر الله الذي يجب أن يستمر ولا بد من هذه الحركة التي ربما هي مفيدة للمسلمين جميل يعني تقصد دكتور سلطان الصراعات الكلاسيكية في ميدان علم الكلام وعلم العقائد بين الفرق الإسلامية المعروفة طبعا من جهمية ومرجعة وشاعر ومعتزلة وإبارضية وإمامية حول الأسماء والصفات وما يتعلق صحيح يعني هذا موضوع برضو طويل وشائك يعني أنا ربما سأتناوله من زاوية شوية مختلفة ربما زاوية مداورة أو مناورة لكي أقول استمرار هذا سألاحظ أولا أولا أن هذا الصراع لا يخص عوام المسلمين لا في كثير ولا في قليل أتحدث على العوام لا أتحدث عن العلماء أو المشائخ أو طلاب العلم الذين يطيب لهم أن يدوروا في فلك علمائهم ومشائخهم هؤلاء لا مشغل لهم تقريبا إلا هذه الخضايا وأمثالها يعني من يتابع اليوتيوب يرى ذلك باستمرار كلام عن هذه القضايا وكأنهم يشعرون أنهم أعادوها جذعة في الحقيقة لم يتسنى لهم ذلك وليس هذا هو الواقع معظم المسلمين على الإطلاق ليسوا معنيين بهذه القضايا ولا تهمهم ولا يفهمونها ولا يعنيهم أن يفهموها هاي واحد طبعا هذا الاختلاف بلا شك هذا الوضع مختلف جدا عما كان عليه الأمر حين ثارت ثائرة هذه المسائل في إبانها وفي وقتها وفي حينها كنت تجد شطرا كبيرا من الناس يعني يعتني بهذه المسائل بلا شك آنذاك أكبر مما هو حاصل الآن بلا شك أكيد لكن الزاوية الثانية عادة ما دللت هذا هذه الدلالة لن تكون دلالة مريحة لنا لن تكون دلالة مبشرة لنا للأسف الشديد ألف ومائتها سنة تقريبا ألف ثلاثمائة سنة إن شئت للأسف الشديد يبدو أن المسلمين لم ينجحوا في أن يحدثوا تطويرا حقيقيا في الخطاب الكلامي طبعا لبعض السيدات والسادة الذين ربما ليس لهم تأنص بهذا المصطلح باختصار كلمة كلامي هنا لا تعني أي يعني المعنى اللغوي لا لا هي نسبة إلى ما يعرف بعلم الكلام علم الكلام في أدبيات المسلمين هو العلم الذي ينصر العقيدة ويشيد مبانيها ويقيم عليها البراهين لكن بطريقة عقلية تتوسل المنطق السوري وشيئا من المقدمات العقلية وبعض أيضا المباني الفلسفية التي حصلت للمسلمين بعد ترجمة هذه العلوم اليونانية خصوصا فهذا يسمى علم الكلام طبعا بشكل عام يتعاطى السادة الحنفية والشهدعية والملكية أما الحنابلة لهم موقف منه غير مؤيد طبعا وغير متعاضب بالكامل موقف ممكن هذه قضية معروفة فإذا تتكلمنا كلامي ومسألة كلامية وعلم الكلام هذا هو المخفوض يرادفه تقريبا مع اختلافات طبعا بلا شك يعني معتبرة ما يعرف بالثيروجي أو اللاهوت علم اللاهوت لدى الغربيين اللاهوت سواء المسيحي أو اليهودي منه أقول واضح الأسف الشديد أن يعني اجتداد اهتمام جماعة يعني من العلماء المعاصرين وتلاميذهم ودوائرهم العلمية بهذه المسائل كما هي وكما تأدت ووصلت إلينا من القرون الخوالي للأسف الشديد أنهم يقيمون البرهان على أنهم لا يعيشون عصرهم على أنهم لم يلاحظوا إطلاقا التحديات التي يعني لا تزال تتجدد أمام الإسلام وأمام العقيدة الإسلامية كل يوم في باب الحد الذي ذكرت يا دكتور وفي أبواب أخرى قريبة منه وللأسف ما زالوا مشغورين بالمسائل بالطريقة التقليدية لماذا أقول هذا؟ أقول هذا طبعا وسيشعر بشعور مقارب لما أشعر به من وقف ولو حتى بطريقة نسبية على التطورات التي طالت اللهوت الغربي المسيحي اليهودي في القرون الأخيرة وأخاصة في آخر قرنين وطبعا بالذات اللهوت البروتستانتي حتى الكاثوليكي طبعا لم ينجوا لكن البروتستانتي هناك طبعا يعني تناسخات وهناك إصلاحات وهناك إضافات كبيرة جدا للأسف الشديد إلى اليوم طبعا معنني لا أزال يعني أتذكر أن العلامة الهندي شبلي النعماني رحمة الله تعالى عليه كان من أوائل من أطلق الدعوة إلى تجديد علم الكلام الإسلامي في الستينيات تقريبا ساهم المرحوم وحيد الدين خان مساهمة مقدورة ومشكورة لكنها للأسف لم يبنى عليها ولم تستمر ولم تتعمق كثيرا في كتاب يعني لا أزال أذكر مبلغ اللذة والنشوة اللذين أو اللتين عدت بهما حين قرأته وأنا لا أزال غلاما صغيرا ربما في الحادي عشر أو الثانية عشر وهو كتاب الإسلامي يتحدى وفي عنوانه الأصل بالأردو يعني مدخل جديد للإيمان الأستاذ وحيد الدين خان حاول أن يلبي دعوة أستاذه شبلي النعماني وأن يساهم فعلا بأمداد جديدة في هذا العلم تقربه من لغة العصر أيضا من براهين العصر من مزاج العصر الفكري أو ما يعرف بالألمانية روح العصر يعني فلكن للأسف مساهمة لا أقول معزولة لكن شبهه مستوحشة لا تزال أما المعاهد يعني دور العلم الرئيسة في البلاد الإسلامية تقريبا لا تزال تقتصر على التغريقة التقليدية أذكر مثلا أن الشيخ الشهيد الدكتور محمد سعيد نبضي البوت رحمة الله تعالى علي ألف كتابه كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق أيضا هذا الكتب كان من الكتب المتقدمة في حياته طبعا وفي حياته نحن حين كنا صغارا لا نزال وكان كتابا جميلا للأسف الشديد حين تنظر في هذا الكتاب من أفضل ما أقول في بابه هو علم الكلام القديم لكن بصياغة عصرية تقريبا تقتصر على اللغة على اللغة وليس على المضمون وهذا أيضا شيء مؤسف جميل أنه قرب هذا العلم للمعاصرين لكنه لم يجدد في مستوى المباني والمسائل فضلا عن البراهين والأدلة التي تطلب في هذا الباب ولذلك الآن الأوان سؤالك عزيزي دكتور سلطان طبعا أنا الأوان وأنا الأوان حتى ربما من أكثر من 200 سنة لكننا لم نفعل ولا زلنا نروح في مكاننا حتى نخرج من هذه الدوامة ومن هذه الحلقة المضنية المفرغة طبعا لماذا هي حلقة مفرغة؟ لأننا لن نضيف جديدا للأسف الشديد يعني هذه الأشياء ما عسى عالم مسلم المبعاصر الآن يضيف فيها حقيقة فضلا عن أننا على فكرة سنشوه الواقع التاريخي لهذه الأدبيات أدبيات علم الكلام الإسلامي وأصراعات المتكلمين المختلفين يعني مثلا خطر لي الآن أن أذكر موسوعة المغني التي وصلنا منها 20 مجلدا لكنها لم تكتمل وطبعا حققها جماعة من الجهابدة في مصر المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبدالجبار الهنداني رحمة الله تعالى عليه وهذا كان علامة المعتزلة في وقته هذا إمام المعتزلة ما عسى المسلم السنة الآن عالم سنة عادي شيخ سنة عادي طالب سنة عادي أن يكون إيه تلقى أو أن يكون إيه متحة من هذه المشوعة العظيمة الكبيرة وهذه فقط في علم الكلام الاعتزالي الزيدية لهم الكلامهم الإمامية لهم علمي كلامهم الإباضية لهم علم كلامهم وطبعا في داخل حق الإسلامي هناك علم الكلام المتريدي علم الكلام الأشعري بمدارسه المختلفة الكثير أيضا وبينها فروقات فضلا عن إيه علم العقيدة والتوحيد بالطريقة الحنبلية الأثرية المعروفة إيه بالانتساب إلى السلف ماذا نلدى أن نفعل إذا كل هذا إذا أردنا أن نكون أمنا ونعيد إحياء هذا وشغل الأمة به نحن إذن سنشل الأمة ربما إيه لعشرات إن لم يكن إيه لقرن كامل ولن نضيف جديدا لأننا لكي نضيف لابد أن نستوعب كل هذا يبدو أن هذا أدى الغرض منه ومثل تحديا واستجابة إيه لتحديات إيه ووقتي وعصري نحن الآن المسلمين في القرن الحادي والعشرين إذا تحديات جديدة غير مطروقة على الأقل إيه في أجزاء منها وأشطار غير إيه مسبوقة لا نشعر بهذا عزتي أخواتي وأخوتي أعتقد لماذا؟ ربما ربما إيه لتقصيرنا الثقافي لتقصيرنا الثقافي يعني الآن لو جاء مثلا أستاذ عقيدة في أكبر جامعة في أكبر كلية إسلامية أيا كانت وعين إيه وجدت هذه الكلية هذا لو فقط بدأ يشتغل على أدبيات الإرحاد المعاصر لعلم أن أمامه يعني أطناناً وثلالاً من التحديات ستوجب عليه ليس بخسياره وإنما إرغاماً أن يجدد في مناهجه وأن يجدد في مقارباته كيف لو تعاطئ مع اللهوت الغربعات وعرف أين وصل هؤلاء الناس وما هي التحديات التي يعني انتابتهم وعرضت لهم وهي الآن تعرض لنا مجدداً لأسف الشديد طبعاً نفسها تقريباً تعرض لنا مجدداً أنا أزيدكم أيضاً إيه شيئاً قد يعني يؤسيكم وقد يحزنكم الآن ثمت أدبيات استشراقية جديدة الاستشراق الجديد يعني طلع بقرنه في مطلع ثمانيات القرن العشرين يعني بعد السبعين وانت طالع 1971-72 دخلنا في العقد الثامن هذا هو أيه؟ ثمانيات القرن العشرين هذا الاستشراق يطرح تحديات مقلقة جداً ومتعبة جداً وطبعاً كان تستطيع أن تقول إيه المنفستو أو الإعلان يعني إيه البداية يعني هذا إيه الاستشراق يمكن أن يصاغ بعبارة ها نحن قد اشتغلنا قرابة قرنين على تراث المسلمين أحطنا به تقريباً من شتى جوانبه قمنا بتصنيفه بحصره بشكل علمي دقيق جداً جداً أول معجم مفهرس لألفاظ القرآن قام به المستشرقون أول معجم مفهرس زي ألفاظ الحديث وما كانش فيه كمبيوتر وحواسيم قام به المستشرقون في هولندا وهكذا أول تتم للمعجمات العربية يعني القواميس المعجمات العربية قام به مستشرق هولندي دوزي لنهار دوزي في أربعة عشر مجلن ضخماً شيء عجيب هم يعرفون ماذا إيه كانوا يفعلون قالوا نحن الآن إيه أنجزنا هذه الخطوة هذه الخطوة أخذت تقريباً إيه بائة وخمسين بيتين سنة أنجزنا هذه الخطوة الآن سنجترح مقاربة جديدة لهذا التراث المصنف المرتب الدقيق بطريقة علمية لكي نحاكمه بالمناهج والآليات التي حاكمنا بها تراثنا الديني فخرجت لنا دراسات مقلقة ومزعجة ومشككة للغاية أنا أرى أن المؤسسات الدينية العلمية الأكاديمية الرسمية في بلاد المسلمين تقريباً في حالة غفلة كاملة عنها تقريباً في حالة غفلة كاملة تعامل كامل فيه تحديات رهيبة أمام علم الكلام الإسلامي وأمام حتى الفكر الإسلامي بعامة يعني أنا آمل أن يكون فيما ذكرت صيحة نذهير أنا أكون حركت الجرس دققت الجرس لكي نأخذ الأمر بجد وبقوة وأكتفي بهذا سلمت دكتور سلمت يعني أنت أجبت على السؤال وعلى محور مجاور للسؤال فباركت وبارك الله في إجابتك دكتورنا الغالي اسمح لي أن أنتقل معك في المحور الثاني وهو محور الكتاب العزيز أو القرآن الكريم نعم وسأنطلق من فكرة المدونات التفسيرية الموجودة اليوم بين أيدينا نحن أمام مجموعة كبيرة من التفاسير لكتاب الله عز وجل السؤال هل الدكتور عدنان إبراهيم يرى أن هذه التفاسير كافية غض النظر عن كثير منها بشكل كبير لكن هل هي بمجموعها كافية أم أننا كسلمين من المعترض أن يكون لنا تفسير متجدد تفسير كل عصر من الممكن أن يسهم في كتابة التفسير مرة أخرى هذا السؤال أعتقد أنه سأجيب وأنا مسترخ إنجاز التعبير سؤال سهل هذا وما في شي فيه إثارة حقيقية وإن كنت طبعا أشكركوا علي لأنه مهم أيضا لماذا في شي به توافق بين العلماء وبين الدارسين على أن موضوع التفسير مسعى مفتوح عملية ممتدة لن تغلق ولن تنتهي قوس التفسير لن يغلق في يوم من الأيام بكل بساطة لماذا؟ ولذلك في عبارة دائما كنت أستحب باقتباسها من الأستاذ المرحوم بديع الزمان نورسي سعيد رحمة الله تعالى عليه قال كلما شاب الزمان ازداد القرآن وشبابه بالعكس القرآن يبدو أنه يفتح لك أبوابا متجددة لكي تجدد في مناظيرك باستمرار هو يضطرك إلى ذلك هو يضطرك إلى ذلك ولذلك تفسير القرآن أمامنا إذا أردنا نتكلم بلغة مجازية شعرية تفسير القرآن أمامنا وليس خلفنا أو هو أمامنا بقدر أكبر من كونه خلفنا لسه لسه يعني كل ما قيل طبعا هذا الكلام سيعجب أي مسلم وأي مؤمن إن شاء الله اللهم اجعلنا منهم ثبت إيماننا من الموحدين لكنه طبعا ربما يكون مدعاء لسخرية ملحد مثلا لا يؤمن بإلهية الكتاب ردتاء الفعل منسجمتان مع المبادئ بلا شك لأن الملحد لا يؤمن أصلا أساسا بأن هذا القرآن يمن عند الله ولذلك هو سيكون منسجما مع منظور مختلف تماما أنه كلما شاب الزمان ازداد القرآن شيخوخة وتهدما وهرما وبدأ يظهر عواره وبدأت تظهر تناقضاته وتعارضاته لأنه منتوج بشري هذا من مأفوق لمحمد هذا من مختلقات محمد من مزاعم محمد التي نسبها إلى السماء والآله أما المؤمن اللهم اجعلنا منه ثبت إيماننا المؤمن الموحد الصادق بالعكس ينطلق من المنطلق الآخر وهو إلهية القرآن إذا قدمنا هذه المقدمة على جهة التسليم بها نحن نسلمون بها طبعا بلا شك أن التفسير أكثره سيكون أمامنا وليس خلفنا لأن كل منتوج بشري لا يتمتع بصفة دوام الكفاية إطلاقا والتفسير منتوج بشري فهم بشرية فلو كان القرآن نصا بشريا بلا شك لازم أن تكون تفسيراته بلغت أقصى مدايتها من زمن بعيد تكون استنفدت أغراضها تماما لماذا؟ لأن النص نفسه سيكون ماذا؟ استنفد أغراضه خلاص بلغ أقصى أما وهو نص إلهي حكيم ورد فيه في حديث الحادث الأعور عند الترمذي الحديث المعروف المشهور وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد عجيب هو هذا لكن هنا يخطر يعني أو يطيب لي أن أشير شيئا آخر وبعد ذلك لعلي لا أنسى أن أخترح بعض يعني بعض ربما يعني المخترحات بخصوص التجديد في التفسير وفي أي اتجاه يعني يمكن أن تكون بعض المخترحات طبعا ولغيري أن يخترح بلا شك ولأهل التخصص المجال أن يخترحوا على نحو أفضل لما أفعل أريد أن أتسائل لما لما يظن البعض أن فهم القرآن أيسر وأقرب من فهم الكون مثلا عالم الطبيعة طبعا لو سألت أي إنسان أيهما أصعب فهم الكون أم فهم القرآن سيقول لك لا فهم الكون طبعا فهم القرآن تقريبا يعني كل العدة اللازمة معجم معجم معتمد طبعا ليس من المعجمات المتأخرة المولدة لا معجم معتمد وموجود بفضل الله عدد كبير من هذه المعجمات المعتمدة الموثوقة وبعد ذلك طبعا على اختلاف يعني في القدر اللازم أن نقف عليه من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ على خلاف طويل عريض في هذه المباحث لكن العدة الأساسية هي المعجم هي المعجم فالعملية ليست يعني شديدة الصعوبة المعجم طبعا مع مبادئ العلوم التي لا يمكن الاستغناء عنها في فهم القرآن كالنحو والصرف وحتى علوم البلغة بقدر أقل أما فهم الكون فهذه مسألة تحداج العقول مثل كوبرنيكوس وأبي الحسن ابن الشاطر وأبي الريحان البيروني وقالي لي وألبرت أنشتاين واسحاق نيوتين ونيلزبور وفيزياء الكم شاغلة معقدة جدا شارلز داروين في الأحياء علماء الأحياء الجزائية الآن مسألة هؤلاء الذين يحدزون نوبل كل سنة في العلوم على اختلافها مثل هؤلاء العباقرة مثل هذه الأذهان الجبارة التي تشتغل على جزئيات بسيطة 40 و50 و60 سنة وأحيانا طبعا بطريقة الفريق ولوف العلماء حول العالم ثم مع ذلك تزال العملية متناسخة وفي أوائلها وفي أوائلها وذات صفة تراكمية في جانب ثم ذات صفة قطائعية على طريقة تماسكون في جانب آخر العلم أيضا بطبيعته ضد البديهة ضد الكومنسينس ضد البداهة أو الحس المشترك لذلك هو نادر وصعب ليس سهلا جميل الآن المفارقة المفارقة الكون لكي تفهمه أمامك الكون كله طولا وعرضا وعمقا وزمانه زمانه لا يزال مكتنزا فيه جيم سويب سبيستيلسكوب هذا الكل الآن منشاهر به ويعرفه هذا سبحان الله يبحر عبر الصور في ماضي الكون يعني زمان الكون لا يزال موجودا وأمكننا أن نرى بعض لحظات في ماضي الكون ترتد إلى ملايين السنين خلفا أماما الكون ماضيا وحاضرا هل هو أماما مستقبلا بصراحة أيضا لكن هذا شوي معقد ما بدأ أخذ فيه الآن من ناحية علمية أماما الكون من ناحية فضائية من ناحية زمانية ويعطينا نفسه يقبل أن نحتضنه وهو يحتضننا تفضل ادرسني لكن لا لكي تدرسه لا بد أن تقتصر على هتامات وعلى أجزاء يسير جدا منه وهذا يستنفذ الأعمار لكي تحاول أن تفهمه فهما يلبي شروط العلمية يلبي شروط العلمية في المقابل القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى هكذا ينطلق المؤمن ونحن منهم الكون فعل الله خلق الله يعطوك إمكانية واسحة جدا 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 لأن تدرسه لكن واضح أن دراسته أصعب من أن ينجزها ويطلع بها كل من شاء وكل من هب ودب مجرد الرغبة ذكرت قبل أيام في مناسبات يعني اليوأس أكثر بلد في العالم تدعم البحث العلمي وكل ما يتعلق بالعلم التجريبي الإنبريقي ومع ذلك تقول الإحصاءات خمسة في المئة فقط من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية يفهمون مبادئ العلم مش علماء مبادئ العلم خمسة في المئة فقط فكيف بخير الولايات المتحدة كيف البلاد التي لا تدعم أي دعم يعني يمكن أن يكون مقدورا البحث العلمي ما الذي يفهمونه فإذا كان هذا الكون وهذا لسه يعني ما يمكن أن نفهمه منه لا يعد شيئا القرآن كلام الله أيضا لا إله إلا هو وأكيد يكتنز ويتضمن ويشتمل ويكظم علوما ربما أوسع حتى من هذا الكون لماذا لأن الكون بطبيعته هو عالم الطبيعة عالم الفيزبول يعني القابل حتى للاختبار وقابل للرصد والمطالعة أما القرآن الكريم فيتحدث أيضا عن عوالم الغيم غير القابل للرصد الحسي غير القابل للمتابعة الإمبريقية هذا القرآن يبدو أنه عالم أوسع بطبيعته إذا سلمنا بأنه كلام الله تبارك وتعالى بالله عليه قل لي كيف أنت يمكن أن تظن أنك أوفيت على الغاية في فهمه والعدة الأساسية لديك اللغة خذ الآن خذ كلمة إيه بحر كلمة كوكب كلمة نجم كلمة نبتة كلمة شجرة كلمة ظر أي كلمة تريدها كلمة حيوان أي شيء كلمة ثم بعد ذلك استقطر كل ما يمكن أن تمنحك إياه اللغة بمعجميتها وما يدور حول أي معجميتها أخري بلا شيء سيكون أشبه بلا شيء ستعود إليك اللغة فقط بما يمكن أن يمدك به الحس المشترك لذلك مفهومات اللغة العربية حول هذه القضايا الكونية والطبيعية الأفاقية والأنفسية بإصطلاع علمائنا ستدور في إطار ضيق جد ضيق من أطر الحس المشترك فقط ولم تخترب حتى من الأفاق الواسعة الطلعة للعلوم الطبيعية على اختلافها للعلوم الطبيعية على اختلافها هذا الذي دعاني لكي أقول هذه مفارقة حقيقية إن تفسير القرآن معظمه هو أمامنا وليس خلفنا ولذلك نحن الآن طبعا لم نحظى بتفسير ماذا أقول لك يقترب حقا حتى من إشعارنا بإلهية وربينية وعمق هذا الكتاب العزيز لابد أن نفعل هذا أعتقد بمقاربات أخرى أنا ربما وعدت بأن أقترح بعض الأشياء بلا شك لست أولا من دعاة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة حتى أوضح موقفي تماما وعندي أسباب المختلفة أو منها أسباب منهجية من وراء هذا الكلام سأقول بما أنني لست من دعاة الإعجاز العلمي لكنني كمؤمن ولا يسعوني إلا هذا أوقن بفضل الله تبارك وتعالى أن هذا الكلام العزيز المجيد موحا به من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى أنه كلام الله أنا أؤمن بأنه كلام الله كما الكون خلق الله فعل الله تبارك وتعالى أو ما يعرض بالنظرية الكتابين في اللهوت الغربية أيضا عندهم هذا الإصطلاح معروف ومعروف حتى من القرون الأولى من القرن الثاني الميلادي عندهم مصطلاح الكتابين مش مع جاري ليو وفرانسيس بيكن وأمثال هؤلاء حتى لا قبل ذلك على كل حال ولذلك أنا أرى أن الإطلاع أو التضل عفوا في العلوم المختلفة سيمكن المتضل حين يعود القرآن الكريم أن يرى بعيون مختلفة هذا شيء بدهي وطبيعي يعني الآن لو افترضنا عالم مثلا في الطب النفسي أو عالم حتى في التحليل النفسي أو في علم النفس عموما عالم متضل عالم كبير مجتهد بارع قرأ القرآن الكريم بلا شك سيفهم بعض الآيات مش كل الآيات هي لها الأفاق السيكولوجية سيفهم بعض الآيات التي تتعلق بهذه الموضوعات بعمق لم يخطر حتى من الإمام الطبري أو شيوخ التفسير الكبار عبد الحق بن عطية أو الزمخ شري من معاصر بن عاشور وأمثال هؤلاء لم يخطر منهم على بال أصلا اطلاقا لماذا؟ لأنه كما قلت المسألة ليست موقوفة على ولا مرهونة باللغة إنما هي مرهونة بشيء هو ما تؤشر إليه ألفاظ اللغة اللغة في الهاية المطاف عندها وظيفة تأشيرية تأشيرية لذلك يعني يعجب المرء حين ينظر القرآن الكريم ويرى أن القرآن الكريم بطوره تقريبا اعتمد خطة بارعة جدا ولا عجب في تهييج وإلهاب إلهاب عزائم ونيات الدارسين والقارئين والتالين له لانفتاح على العالم الطبيعي على عالم الآفاق والأنفس وفي الأرض آيات المقنين وفي أنفسكم أي آيات ثم جاء الاستفهام الانكاري أفلا تبصرون ما هي هذه الخطة؟ الخطة من القرآن نعم يؤشر لك ويقول لك لا تطلب حقائق عوالم الآفاق وعوالم الأنفس في تضاعيف الآيات في أنحاء الصور لا تفعل هذا أطلبها هناك تمت حيث هي وهذا يذكرني بالأمثول الشهيرة عن رينيه ديكارت أبي الفلسفة الحديثة والذي كان عالما أكثر منه حتى فيلسوفا وهذا معروف وكان عالما أكثر منه فيلسوفا سأله أحد تلامذته من أين حصلت كل هذا العلم العميق والنافذ في التشريح وطبعا كان عنده نظرية معينة في التشريح ميكانيكية إذا تعلقت بالحياة الحيوانية طبعا تخطها العلم في أجزاء كثيرة منها لكنها ساهمت مساهمة جيدة فأخذ بيده وأدخله إلى غرفة كأنه كان يفعل هذا باستخفاء طبعا وباستصرار وأشار إلى جثة كانت هناك قال من هذا أنا تعلمت التشريح من هنا ليس بالطريقة الأرستية مع أن أرستو طاليس أو أرستو كان عالما في الحيوان كان عالما في علم الأحياء في البيولوجي وطبعا له الجانبة أو للجهة الفلسفية كما لا يخفاكم عزتي ولذلك أطلق عبارته لأنه ديكار طبعا قلت لم يفعل هذا بالطريقة الأرستية التأمرية فعل هذا بالطريقة التجريبية تذهب إلى الشيء حيث هو إذا وجد هناك نوع من الخطة الإرشادية في عبارة في الكتاب المقدس في التوراها في القرآن في الإنجيل هذه ستكون فقط تأثيرية لن تعطيك أي حقائق العالم الطبيعي حقائق العالم الطبيعي تطلب بالأسلوب الطبيعي وفي الطبيعة من هنا تأتي عبارة أقتبس عبارة ديكارت الشهيرة حين قال حجرهم في مكانه أفضل من مئة كتاب تتحدث عنه اذهب إلى الحجر بنفسه ودرسه ويريد طبعا وطبعا أنا أعرف أنه هذا الكلام ربما ليصح الآن في وقتنا هذا لأنه حتى كتاب علمي واحد أفضل من أن تفعلها بنفسك لكي تخترع العجلة لكن لا ننسى أنه أيام رينيتيكارت ما كان في علم طبيعي لسه ما زلنا كنا مع الفلسفة الطبيعية في بداياتها لم نكن مع الانفجار العلمي في القرن السابع عشر وما يعرف بالثورة العلمية كلام كثير على كل حال سأختم بمثل هذا عزتي سيداتي وسادتي وعلى مثل هذا خيسه ما يتعلق بعلم الاجتماع بالسلسولوجي الأنثروبولوجيا الأنثروبولوجيا الثقافية علم الأديان في التاريخ في أشياء طبيعية أيضا أيضا خيسه أعتقد أن أي عالم أي مختص في حقل من هذه الحقول وبارث اقتصاصه يقرأ القرآن حين يصطدم بالآيات التي لها هذه الجنبة الجنبة التي تخصصه وتعترق به ولو من زاوية معينة هو سوف يقرأها بعيون مختلفة لذلك تفسير القرآن الذي يعني لابد أن نحظى به ونتوق أن نحظى به لم ينجز ولا يمكن أن يطلع به عالم بحياله أو مفكر واحد أو مفسر واحد فضلا عن أن يكتفى فيه بالطريقة التقليدية التي تكتفي بالمقاربة اللغوية والمقاربة الآثارية الخبرية التي لها بعض المزايا وربما لها أيضا مثالب أخرى كثيرة سيئة تسد حتى يعني إمكانات التفسير السليم وتسد وتسد حتى عن ملاحظة واقتناس الوجه الحقيقي ربما للآية الذي من أجله كانت هذه الآية والله تبارك وتعالى أعلم أكتفي بهذا شكرا شكرا دكتور الحقيقة هذا المحور كان فيه مجموعة من الأسئلة يبدو أن إجابتك قد يعني مستها أو على الأقل أشارت إليها ولذلك سأكتفي من هذا المحور بما تم السؤال عنه لأن تقل إلى محور آخر دكتور عدنان المحور الثالث المتعلق بنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والسلام السؤال هنا دكتور عدنان هل جهود المتقدمين من علماء السنة الذين قاموا مشكورين بتأليف مجموعة من المسارات المتعلقة بالحديث النبوي هل هذه الجهود كانت كافية في تنقية السنة أم لا زال المجال مفتوحا لإعادة النظر وخصوصا أنا أتمنى أن يكون جوابك في الإلماح إلى موضوع نقد المتن نفسه من خلال عرضه على العقل أو على المسلمات العقلية هل لهذا الأمر مجال وهل له ضوابط أعني النظر في المتن من حيث العقل هذا هو السؤال أشكر الدكتور سلطان على هذا السؤال الكبير والعميق هذا طبعا لا يجاب بإسترخاء هذا سيكون متعبا طبعا أنا من جهة أيضا أنا سأحاول أن أركز خعلا على قضية المتن ونقد المتن لكن بعد أن أفرق أيضا من الإشارة السريعة إلى بعض النقاط التي ربما يكون المفيد الإشارة إليها في هذا المقام إن شاء الله وتعالى طبعا نفس الشيء سأجيب على نحو ما أجبت في خضية علم الكلام وفي علم التفسير ما من جهد بشري بطبيعته يعني كما يقولون أو من حيث أتى بحكم التعريف بحكم التعريف بمعنى جهد بشري لا يمكن أن يشهد له بالكمال فبلا شك يعني أن جهود علماء المصطلح لكي يكون منصفا ولابد أن نكون أيضا نحن منصفين ونبتعد عن العقوق والجهود لأنني أيضا يسوءني ويحزنني أنني ألمس في بعض المعاصرين بعض المعاصرين من أبنائنا وبناياتنا وأخونا وأخواتنا يعني النبرة هي أقرب إلى الحقوق والجهود يريد أن يبخس وأن يسخف كل ما أتى به الأقدمون مع أن أنفارا من غير المسلمين من دول اختصاص في الباب طبعا في الباب ذي العلاقة في الباب ذي العلاقة شهدوا بالبراعة المعجبة التي يعني أثارت العجب وأثارت الاندهاش لجهود العلماء مثلا في علم مصطلح الحديث بلا شك أن من درس هذا العلم ولا أقول حتى تطلع فيه يعني لو قرأ مثلا أصغر مت تقريبا لأكبر محدث وهو نخبة الفكر للعلامة أمير مؤمنين ابن حجر العسقلاني نخبة الفكر نخبة الفكر لو قرأه وقرأ عليه شرحا وسيطا متوسطا يعني ليس يعني كبيرا لعلم لعلم أن هؤلاء العلماء أتوا بأشياء منهلة غاية وآية في التدقيق وفي الذكاء وفي البراعة ولم يسبقوا إليها ولم يلحقوا إلى اليوم على ذكرة موضوع يعني محاكمة المرويات والمحكيات بمثل هذه المعيّة والموازين أبدا لم يقترب أحد من المسلمين في هذا الباب ومع ذلك أيضا ومن وراء ذلك أقول بلا تردد وجهودهم المخدورة المشكورة لم توفع الغاية ولم تبلغ الكمال ولم تبلغ ولا جهودنا ولا جهود غيرنا هذا هو أين موضوع البشري لماذا أقول هذا طيب؟ يعني قد يكون من الممل والبعث على السامة أن يردد هذا باستمرار كما شط يعني لا 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 أقول هذا لكي نتعلم أخلاق التواضع وأنا أتحدث الآن إلى يعني إخوتي العلماء وطلاب العلم الذين تجد يعني أن بعضهم لا يتوفر على هذا الخلق وطبعا يعني مثل ما يعرف عن أمراض المهنة طب وفي نهاية المطاف اسمحوا لي مثل ما يعني عنونا ماكس فيبر كتابه العلم كمهنة يعني العلم مهنة أيضا هو نوع من المهنة بلا شك مهنة هي من نوع رمزي كما يقال لكنها مهنة أيضا فمن باب المغالاة أيضا من المتهنين في قيمة مهنتهم وفي أهميتها وفي رقيها يتحدثون ويجترحوا اللغة غير متواضعة فكأنهم يتحدثون عن أعمال يعني أكثر من كاملة أكثر من بيرفكت غير صحيح وإذا تحدثوا عن أعمال بخصوصها كعمل فلان أو عمل فلان أو صعيح فلان أو صعيح علان رفعوه إلى مرتبة حتى القداسة القداسة وربما ضعنوا في الدين وضعنوا في عقد الإيمان بسبب أن يعني أن فلان أو علامة الناس أورد أي أورد تشغيبا أو شبهة أو تساؤلا أو حتى رأيا بالرفض والتشكك مثلا في صحة هذا العمل أو صحة هذا الحكم لا ينبغي أن نتوفر على قدر أكبر من التواضع يحكي حقيقة الأشياء حقيقة الأشياء أن هذه كلها جهود بشرية هذه النقطة نقطة ثانية أنا يعني من وجهة نظري يعني لطالما اقترحت على المنبر وفي مجالس أخرى وما أزل ما زلت أيضا ما زلت أقترح هذا إياه الاختراح السنة النبوية كثيرة جدا طبعا يعني الذي وصلنا الآن في القرن الـ 21 ربما يقترب من مئة ألف حديث تخيل عاد بالطرق المختلفة بالأسانيد عمل كبير جدا 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 ومنضن وأكبر من أن تحيط به جهود حتى جماعات من العلماء في فترة طبعا من الفترات بخصوصها طيب ماذا نفعل يعني ماذا نفعل من أين نبدأ لابد أن يكون لدينا خطة إرشادية عامة تستر علينا التحرك في هذه الغابة المشتبكة أنا أرأي أننا يجب هذه قناعتي أنا أسر عليها وأراحتني أننا يجب أن نضع خطة تصنيفية عامة بحسب التوظيف بحسب التوظيف بمعنى ماذا أنت أمام مادة علمية بلا شك تسمى الأخبار أو الأحاديث أو الأحاديث عفوا الأخبار أو الأحاديث هذه المادة العلمية المنسوبة إلى رسول الله صلواته ربي وتسليمته عليه وآله وأصحابه في نهاية المطاف لابد أن تصنف توظيفيا أو توظف عفوا بحسب الموضوع كيف هناك طبعا هذه كلها نصوص دينية الدين إما عقيدة وإما وإما يقولون شريعة طبعا هذا يصطلح شوي حادث بالمعنى طبعا الذي قصص للشريعة وإلا الشريعة في اللفظ القرآني شيء أوسع المهم العقيدة أو القضايا العلمية القضايا الخبرية القضايا النظرية تسمى العقيدة ثم هناك القضايا العملية وهي الفروع أو الفقه ثم هناك لدينا الأخلاق نصنف إذن تصنيفا ثلاثيا لو أننا مبدئيا درسنا هذا الاقتراح جماهير الأصليين أنا أتحدث الآن على الأقل عن أهل السنة والجماعة وطبعا ستسمعون كلاما مختلفا عن هذا تماما من بعضهم المرجع والفصل والحكم العدل الرجوع إلى المصادر وهذه مسألة الاستقرائية ليست متعبة أنا أزعم كما زعم عشرات العلماء في هذا العصر وأكثر منهم في العصار المتصرمة جماهير أصلي أهل السنة والجماعة يشترطون لقبول الأخبار في باب العقائد أن تكون أخبارا موجبة للقطع يعني يردون ابتداء الأخبار التي تفيد الظنون فإذا ما علمنا أنه لا يفيد القطع إلا المتواتر أما ما نزل عن رتبة التواتر فقد يفيد ما سمى السادة الحنفية علم طمأنينة وهي مشاهير الأخبار الخبر المشهور لأن القسم طبعا عند جماهير العلماء خلافة للحنفية ثنائية كل ما لم يتواتر فهو أحد ثم يقسمون الأحد أقسمه المعروفة أما السادة الحنفية قالوا هناك المتواتر وهناك المشهور ودون المشهور الأحد ودون المشهور الأحد فالمتواتر عند الجميع يوجب علم اليقين أو علم القطع يقطع على غيبه أما المشهور فيوجب علم طمأنينة يعني لو أننا درجناها بالنسبة المؤوية ذاك مئة في المئة تقريبا أما هذا يعني تسعين خمسة وثمانين تقريبا علم طمأنينة لكنه لم يرقى إلى اليقين وأما سائل الأخبار وهي أحد فهذه لا توجب إلا العلم الظني الذي لا يقطع على غيبه لكنهم اتفقوا بحمد الله على أن هذا الظني كاف في العمليات وهذا صحيح على فكرة ومش في الدين حتى في شؤون الدنيا هذا من الصعب أن إنسان يكذب بهذه القاعدة نحن أمورنا العملية تبنع على الظنيات على منسبة سستين سبعين كذا ما في مشكلة كل ظني هذا وليس قطعيا وليس قطعيا لو أننا انطلقنا من هذه الطريقة الثلاثية توفرنا على أنفسنا الكثير لماذا؟ لأنه قد تسربت نصوص كثيرة إلى ساحة العقائد على أنها أدلة لمعتقدات معينة ثم إذا ذهبت تفحص أو تتفحص هذه النصوص وجدتها من الآحاد لم تتواتر بأي وجه ما الوجوه وأن الدعام يعني بعضهم فيها جزافا أنها متواترة هذا يعيدنا إلى الدائل الأولى عاد تعريف المتواتر وعلى فكرة التعريف السائل حتى في الكتب العلمية للمتواتر غير تعريف الحقيق الدقيق الذي ألمع إليه بعض العلماء وقال لك نحن طبعا سنتخلى عنه لأنه لو اعتمدنا تقريبا لن نجد ما تواتر من هذه الأخبار أبو حاتي ابن حبان رحمة الله تعالى عليه صاحب الأنواع والتقاسيم المعروف بصحيح ابن حبان أبدا بوا بابا هكذا وقطع قال لك الأخبار كلها آحد هو قال ما في أخبار متواترة الأخبار كلها آحد وهذا موضوع قابل إلى النقاش والأخذ والرد على كل حال ثم بعد ذلك سنأتي إلى العمليات هنا في إليه مقترح له أصولها على كل حال أنا لم أفتجره ولم أبتكره ستجون بعض من قال به وإن كانوا قل منزور جدا على الإزمان في العمليات يا إخوتي يا أحبتي سيداتي وسادتي في العمليات أرى أن من الضروري وهذا الأمر لم يعد طرفا ولم يعد خيارا وبسطة أن من الضروري ما تعلق من الأحكام برفع العصم يعني رفع عصمة الدم قتل الناس أنه هذا يجوز قتله هذا يجب قتله هذا حال القتل وهذا يقتل في كذا هذا يقتل في كذا رفع العصم عصم إيه عصم الدماء عصم العراض عصم الأموال أيضا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام هذه وأفكر في رأيي الذي قد لا أكون أصبته فيه يعني كبد الحقيقة كما يقال لكن فكروا فيه أنا أعرضه هذه ليس من يعني ماذا أقول ليس من السهل لو ذا نقول ليس من المعقول أن يخبر فيها أخبار آحد غرائب لماذا لأنه الغريب من الآحد هو دون العزيز من الآحد العزيز من الآحد بكل بساطة للإخوة الذين لم ربما يسبق لهم سماع هذا التعريف أو هذا الإصطلاح العزيز من الآحد ما رواه عن سيد الخلق صلواته ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه إثنان من الصحابة ثم ما رواه عن كل من الإثنين إثنان وهكذا في كل طبقة حتى ينتهي ينتهي إلى أبي زرعة إلى البخاري إلى أحمد إلى إن كان هذا هو العزيز الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه العظيم هل صوتي مسموع عفوا نعم نعم مسموع لأنه جاءت مكالمة طيب الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث ادعى رحمة الله تعالى عليه أن جل أو معظم أحاديث الصحيحين هي عزيزة من العزيز رد عليه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بقوله لو عكس لكان أقرب إلى الحق وهذا هو صحيح هذا هو الصحيح معظم أحاديث الصحيحين غرائب هي أحد غرائب ليست عزيزة طبعا هذا سيكون صادما للناس للأسف الشديد وأنا متأسف أن أقول لو كان العلم أمانة ولابد أن يقال ولابد أن يطلع إخوتنا من مدرسي الحديث علماء الحديث بمهمتهم لكن أي بعد أن تكون الأمور واضحة تماما وأن يقال هذا للناس ويقال هذا لطلاب العلم يقال لهم بالأسف هذا هو الحاصل لماذا أقول هذا تقدمة بين يدي ما أريد أن أخرص إليه وهو في القوانين الوضعية البشرية التي يشترحها ويستنها المشدعون البشريون عن عقولهم وعن ترجيحاتهم وتفضيلاتهم القانون لا يصبح ملزما ملزما عفوا ولا ساريا إلا بعد أن يشيع ويذيع وينشر طبعا كان إلى عقود قريبة وإن الآن طبعا في الصحيفة الرسمية للبلد المعني ويمكث كذلك بضعة شهور تختلف من دولة إلى دولة وبلا شك لا بد أن يتم العلم بعمومية التشريع حتى يكون ملزما فبالله الآن أتساعل بالله ويا لله للتشريع ولعصم المكلفين والناس وللإسلام والمسلمين هل يُعقل أن نرجم ونقتل ونقطع الرؤوس ربما ونشضر الأموال ونجلد الظهور في قضايا معروفة في الفقه بأحاديث آحاد غرائب معقول لما لم تعز هذه الأحاديث لما لم تكن عزيزة وعلى فكرة إذا أردنا يعني حتى أنه أصل تأصيلا قرآريا لمصطلحاتنا واضح أن العزيز ليس ما يرويه إثنان بل ما رواه عززنا بثالث الله يقول في سورة إيه ياسين فعززنا بثالث التعزيز يكون بالثالث لكن نحن سنتساهل أيضا من وراء علماء ونقول العزيز ما رواه إثنان في كل طبقة عن كل راون حتى ينتهي هل معقول أن رسول الله يشرع تشريعا بالرجم أو بما دون ذلك ثم هذا الحديث لا يكون عزيزا طبعا سيزعمون لك أنه متواتر نقول لهم لا كلا أبعدتم النجعة نحن لا نطالبكم بالمتواتر لأن دونه خرب القتاد نطالبكم بإثبات أنه عزيز أثبتوا لنا أنه عزيز هذا المطلب الذي أتقدمت به من نحو تسعة وعشر سنوات لا أعتقد أنه مطلب مرهق ولا معجز ولا نوع من يعني من الإعضال ليس معضلا هذا مطلب عقلاني قانوني فقهي يقبله الحس السليم والضمير اليخوان هل معقول أن رسول الله حين شرع هذه التشريعات التي بطبيعتها واضح أنها أقصوية ألثمت يعني كما يقال تعلم القانون هذه التشريعات أقصوية وغير قابلة للعكس غير قابلة للعكس خلاص يعني من قتل قتل من رجم رجم من رفعت عصمته رفعت عصمته معقول ثم لا تعز هذه الأخبار لماذا هل أسر به يعني لواحد من أصحابه معقول وكيف كنت شريعا بذلك هذه المسائل لابد أن أخذها ثم بعد ذلك طبعا نتساهل فيما دون ذلك فيما إيه دون إيه رفع العصم في الأبواب الثلاث على أقل المذكورة نتساهل فإذا صار الأمر إلى خضية الأخلاق وفضاء الأمور ومحاسن العادات إيه والسلوكات يا صحيد كما أقول دائما وغفروا لهذه الجراءة نقبل حتى ما جاءنا أرسطه إذا يعنينا فطبعا نقبل لحديث ما صح منها وما حسن وما ضعف أيضا إيه ولا نشترض فيها أن تكون عزيزة ولا فشورة حتى لو كانت غرائب مقبولة مقبولة ما في مشكلة فهذا مطلب ليس مطلبا إعضاليا وليس تعجيزيا مطلب أنا أرى أنه معقول ومتواضع وبسيط طيب بعد هذه الإيقاظات أو المعات السريعة أحب أن أقول موقف الآن العقل المسلم المعاصر من قضية الأحاديث لجهة متونها الحكم عليها إيه من جهة إيه متونها وطبعا جهة إيه للأسانيد أيضا إيه ربما إيه نعود إليها إذا يعني سمح الوقت هذا المطلب أيضا ليس مطلبا جديدا وليس مطلبا أملته أملته يعني ضرورات العصر أو إكراهات العصر كما قد ربما يدعي بعضهم حين تتكلم عن العقلانيين من علماء الإسلام ورجالات الإسلام في هذا العصر ويقرفهم بتهمت أنهم تأثروا بالغرب وتأثروا بالاتجاهات العقلانية الواردة لا يا سيدي يا سيدي دعنا أي من عقلانية الغرب وعقلانية الشرق بالعكس علماؤنا من قديم وهذا موجود في كل الكتب التي تتحدث عن مصطلح الحديث كل الكتب ما شيئت أي منها يعني من يجهل عبارة شيخ الإسلام أبي الفارج جمال الدين ابن الجوزي الحنبري رحمة الله تعالى عليه وهو القائل ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول يتحدث عن المعقول بلغة العقل يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فعلم أنه موضوع بن قسين أقول يعني يليته قال فعلم أنه منحول يعني عشان مراعاة السجعة لو قال فعلم أنه منحول لكان أجمل إيه فعلم أنه موضوع لكن عبارة جريئة عبارة جريئة تقريبا مشاها بل سلمها ووافق عليها عموما العلماء وهو يقول إذا رأيت الحديث يباين المعقول مجرد أن الحديث يباين المعقول طبعا واضح هنا أيش من غير شرح أنها مباينة أنها مباينة لم يجدي معها تأويل قريب أما التأويل البعيد البارد المتهافت أبرد من الثلج فغير مقبول أكيد لكن تأويل قريب حتى وسيط معقول لم يجدي لم يجدي ظلت المباينة عنيدة تأبى أن تباين أن تباين حق المسألة فجلك إذا رأيت الحديث يباين معقول وطبعا قال أو يخارف منقول أو ينرخض الأصول فأعلم أنه موضوع أو منحول جميل جدا إذا هذا تأسيس للعقلانية من أول يوم تأسيس لها وتوطيد لها وطبعا لسنا نقتصر طبعا على الأحاديث التي يعني أجمع العلماء على أنها موضوعة وفعلا لأنها حديث بالغة السخف وبالغة إيه التهافت للأسف سوف نرى أن هناك يعني عددا وليس في الحقيقة بكل تواضع ليس عددا إيه كبيرا لكن موجود عدد من الأحاديث للأسف الشديد أخذت طريقها إلى دووين السنة المشهورة يعني الصحيحين والسنة الأربعة ومسند أحمد وما إلى ذلك عدد ليس عددا كبير من فضل الله تبارك وتعالى هذا أقوله بكل أمانة علمية لكن عدد أيضا يعني لا بد إيه ألا نغضي الطرف عنه وهي أحاديث فعلا تباين المعقول تباين المعقول هنا يعني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا طبعا تغيب إيه إلا عن طلاب العلم علم الحديث أكيد علماء الحديث يعلمون هذا تماما لكن الذين لا يشتغلون بعلم الحديث بالذات من أهل الفكر والكتاب والصعفين والمدونين ربما لم يسمعوا حتى بهذا الموضوع ما هو وأرجو أن لا أطيل فيه أنه موضوع طويل وموجود في الكتب أيضا يمكن أن يعود إليه من شاء وهو أن طريقة ألفقها في تصحيح الأحاديث وتضعيفها المحدثين من بعض الجهات هذا مهم جدا تباين طريقة المحدثين من بعض الجهات جميل فمثلا علماء الحديث يشترطون في صحة الحديث الخلو من الشذوذ والعلة يعني وهذان طبعا هما الشرطان السلبيان شرطان نافيان ضمن الشروط الخمسة لأنهم يعرفون العديث الصحيح بأنه ما اتصل سندوه بنقل العدل الضابط طبعا ما اتصل سندوه بنقل العدل الضابط هذه الشروط الثلاثة الإيجابية إلى منتهى وخلى من الشذوذ والعلة وخلى من الشذوذ والعلة ألفقها لا يتشددوا في هذا الباب ولذلك يمشون أحاديث كثيرة تكون شاذة على نظر المحدثين أو معلّة طبعا من ناحية تصريفية أدق أن نقول معلّة حديث معل لكن لا بأس لو قلنا معلّة حتى يفهم الآن ما هي العلة؟ باختصار ولماذا أذكر لماذا ذكرت العلة بالذات هنا حتى أصل إلى نقطتي وهي أن علماء الحديث بحكم المهنة وبحكم التخصص كانت منادح النظر في الحكم على الحديث أمامهم منداحة جدا واسعة جدا لكن بحكم المهنة وبحكم التخصص وحق لهم ذلك جزاهم الله جزاء شاكر لذلك هم يعرفوا العلة بأنها يعني وصف قادح في الحديث وصف إذا عرف طبعا ووقف عليه يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة منه السلامة منه جميل الشيء الصعب في هذا الباب أن العلماء قالوا العلة أو أجناس العلة المختلفة يعني أذكر أن الإمام الحاكم ذكر منها عشرة يمكن أن نعود إليها ذكر منها عشرة أنواع أو عشرة أجناس هذه الأجناس أو هذه الأنواع من العلل وهي عشرة مش واحد واثنين وثلاث واربعة وتخيل على تحت كل جنس كم من الأحديثهم لأن يكون أي معلن بحسب باشتغال الناخذ من هؤلاء الجهابذة ما لا يعلمه إلا الله طبعا لكن لا مدخل للجرح والتعديل في هذا الباب هذا هو المهم الناس تظن أن الأحديث تصح أو لا تصح يعني بشكل أساسي بسبب الجرح والتعديل لا 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 هذا طبعا مطلوب ومهم لكن لا أيضا هناك أسباب أخرى منها موضوع العلة لا مدخل للجرح والتعديل لماذا؟ لأن المجرح أو المجروح حسنا خلاص انتهينا منه في خطوة أولى طبعا في خطوة أولى انتهينا منه نحن نتحدث عن ثقة العدل الضابط وهذا هو تعريف الثقة أو الموثوقية أن يكون عدلا وضابطا ضابطا إيه لما سمع أو لما إيه روا سواء على ظهر قلبه أو في كتابه ومهرقته فهذه الأجناس ذكروا منها عشرة من بينها مثلا أن يكون السنة الظاهره الصحة وفيه من لا يعرف يعني بأنه سمع عما روا عنه وهذا الشيء بده دقة نوع إيه من الدقة يعرفه إيه الجهاب ذا أيضا قد يكون الحديث مثلا محفوظا عن صحابي من الصحابة ويروى عن غير هذا الصحابي لماذا؟ باختلاف لأنه يختلف بلد الراوي مثلا كرواية المدنيين عن الكوفيين إذن هو محفوظ عن صحابي لكن يروى عن غيره لأنه مثلا المدني يروى عن كوفيين حديث طاووس مثلا عن عمر أذكره مرفوظ قال لك المحفوظ هو عن ابن عباس موقوفا ومثلا حقيقة لا أريد أن أصدعكم بها لسنا في مجلس الآن في علم المصطلح لكن عودوا عودوا إلى كتاب الإمام الحاكم لتقفوا على الأجناس العشرة للعل فستعلمون أن علماء الحديث كانت يدهم أكثر انطلاقا كما يقال وأكثر جولانا في تضعيف بعض الأحاديث التي قد تبدو لنا صحيحة تبدو لنا الآن السؤال مات هؤلاء الجهابذة الكبار طبعا لم يعد موجودا أي أمثالهم ولا حتى من يقرب منهم أو يقترب منهم رضوان الله عليهم معروف هذا هذا ليس مبالغة فيهم وليس حتى تقديسا إنما هذه حقيقة طيب جميل جدا مات هؤلاء لم يبقى حتى من يقترب منهم من لهذا الأمر ليس له أحد مننا لكن ذاكن بخي لنا منادح أيضا نجول فيها عودة إلى مقولة أو قولة ابن الجوزي وأمثالي حتى ابن تيمية في موسوعة عن تعارض العقل والنقل نعم العقل والنقل صريح المعقول وصحيح المنقول نفس الشيء نفى أن منقولا صحيحا يمكن أن يتعارض مع معقول صريح معقول صريح وطبعا الحديث لا أريد أن نتحدث الآن هنا هناك جانب فلسفة أيضا ومنطقي لقضية المعقول المعقولية بأي معنى إن شاء الله إذا يعني بقي فضلا وقت تحدث أيضا بما يسمح به المقام بما يسمح به المقام فأقول بقي لنا ولأمثالنا أن نتحدث في باب نقد المتون على أساس عقلاني ضمن أي حدود مثلا لو ورد في الحديث النبوي الصحيح المخرج في أحد الصحيحين أو في كلايهما معنى المال معاني داورنا أخذنا شمال أخذ ثاء يمين بالغة العمية سمحوا لي ودنا جبنا ما فيه شي فائدة هذا المعنى واضح أنه معنى باطل غير صحيح بالمرة معنى غير معقول بالعكس تثبيته والإصرار على تمشيته وتصحيحه قد يكون تطريقا لطريق الطعن في صاحب الرسالة صلواته ربي وتسليماته عليه من الأمثل التي ضربتها على المنبر أنا قبل سنوات حديث مخرج للأسف في الصحيحين حديث مخرج في الصحيحين وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين النبي يقول فقدت أمة من بني إسرائيل فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت أو ما فعلها بها ربما قل نعم لا يدرى ما فعلت طيب لحد الآن ما في مشكلة ثم قال وإني لا أراها ما قالش لا أراها طبعا في فرق بين إيه أراه وأراه أراه يعني أراه هذه قريبة إما اليقين أو العلم أو الترجيح لكن أراه أظن أقدر أرجح قال وإني لا أراها إلا الفأر عجيب يعني الفئران التي كانت تسرح في المدينة المنورة على منورها ألف وتحية وألف مليون سلام هذه النبي يقدر يظن أنها قد تكون إيش هذه الفئة أو الأمة أو الجماعة بني إسرائيل التي فقدت ثم أقام النبي فيما يزعم الحديث والحديث في الصحيحين في المخاربة المسلم أقام النبي يعني إيش الدليل الذي ربما أوجب له هذا الظن أو هذا يعني الترجيح إذا وضع لها قال ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شاربت طبعا لأنه معلوم أن اليهود أو بني إسرائيل حموما لا يشربون أبوال ألبان الإبل لا يشربونها محرمة لديهم نعم فالنبي جعل من هذا قرينة أو شبه الدليل أنها قد تكون هذه الفئران هي مسوخ بني إسرائيل الذين مسوخوا من بني إسرائيل بالله هل هذا الكلام معقول يعني ماذا لو سؤلنا عنه الآن وسألنا عنه أبناؤنا في الثانويات الذين درسوا البيروجيه وتاريخ الحياة وأشياء كثيرة فضلاً عما صحى عنه عليه الصلاة وأفضل السلام حديث بنسعود المشهور نعم أن الله لم يجعل لمسخ نسلاً أو عقبة قال النبي نعم والعجيب الجميل في حديث بنسعود هذا حديث علمي ومعقول أنه قال وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك كانت إيش لا هذه كانت تامة هذه مش كانت ناقصة هذه كانت تامة بمعنى وجد النبي يقول وقد وجدت الخردة والخنازير قبل ذلك وطبعا الآن تسأل أي واحد في التاريخ الطبيعي تقول له تاريخ الفئران متى خرقت الفئران قبل الإنسان قبل البشر قبل البشر بملايين السنين الهومو سابينس سابينس اللي احنا الإنسان العاقل هذا عمر زهاء ثلاثمائة ألف سنة الفئران ملايين السنين أعماروها نفس الشيء سبحان الله حديث بن مسعود في صحيح مسلم الذي يقول فيه صلواته ربي وتسليماته عليه إن الله لم يجعل لمسخ النسلا ولا عقبا يعقبه بقوله وقد كانت القرية والخنازير قبل ذلك نفس الشيء نورده على حديث الفئران الفئران مخلوخ قبل بني إسرائيل فكيف وبعدين هل من حكمة الله وهل من رحمة الله أن يسمح بأن يمسخ قوما مثلا أي هيئة حيوانية ثم يجعلهم بيتين نسالون طبعا الأسف الشديد لن تعدموا أيضا لن تعدموا من علماء الأمة من قال نعم الممسوخ ينسل يكون له نسل أظن منهم لم أراجع لكن أظن أن أبو بكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه العلامة والقاضي الملك الكبير هذا يعني ينبغى أن يكون من زلات العلماء التي لا يتابع عليها العالم ومعنى الحديث معنى الحديث الصحيح الله لم يجعل لمسخ النسلا ولا عقبا هذا حديث غير معقول أمثال هذه الحديث لا بد أن ترد أيضا من الحديث التي ضربتها يعني مثالا على المنبر من سنوات وأعوده الآن حديث فيه صحيح مسلم أن أبا سفيان ابن حرب قال لرسول الله بعد فتح مكة طبعا مباشرة قال له طبعا أشياء طلبها واشترطها رسول الله وقال له وعندي أجمل العرب وأحسن وهو أم حبيبة رملة رضوان الله عليه أم المؤمنين طبعا أزوجكها طبعا نعروف أن النبي كان قد تزوجها ودخل فيها وكانت تحت سقفه بسنة على الأقل قبل فتح مكة على الأقل بسنة كيف يعني تزوجه الآن لذلك العلامة أبو محمد علي بن حزم الظاهري إمام أهل الظاهر رحمة الله عليه قال هذا الحديث موضوع مكذوب مباشرة والحديث في صحيح مسلم لا أريد أن أطول بذكر الأمثلة إذا أردتم فعلت الأمثلة كثيرة على ذلك نستطيع أن أتكلم كثيرا ولأتي بأمثلة طبعا كثيرة نسبيا كثيرة نسبيا في هذا الباب ولذلك أحب فقط أن أقول بعض ربما يعني من لم يسبق له سماع بعض المدخلات في هذا الموضوع يعني لا يرعك لله يدرك ولا تخف ولا تبتأس أنه كيف كيف نشترع على ربما القدح أو التشكيك أو مسألة حديث في الصحيحين أو في أحدهما قد فعل هذا يعني من هم نخل طوال ونحن إليهم بقول صغار لا شيء نحن لا شيء ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال فعل هذا الشيخان أنفسهما ما رأيك ستجد أحاديث في البخاري ضعفها مسلم مثل أن البخاري أخرجها لا ضعف حديث نفسه وستجد أحاديث في مسلم ضعفها البخاري مثل حديث خلق العالم والأرض والأشياء في سبعة أيام حديث أبي هريرة هذا الحديث ضعفه البخاري طعن فيه البخاري وطعن فيه علي بن المديني وطعن فيه أبو بكر البيهقي وطعن فيه شيخ الإسلام بن تيمية وطعن فيه الإمام الذهبي كثيرون طحنوا فيه ولم يمشوه وإن أراد بعض المعاصرين أن يمشوه وأن يتأولوا لهم ذلك شزاهم الله ولكن الحديث طعن فيه الكبار طعن فيه الجبال ثم من الذين طعنوا أصلا في مقدمة صحيح مسلم كلام شديد يعني يا ليت مسلم خفف فيه النبرة كلام شديد تناول فيه شرط شيخه وأستاذه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهما بكلام شديد يعني هما يختلفان حتى في خضية الشروط في خضية التأسيس التأصيل للمسألة فيه اختلاف بينهما فهذا شيء طبيعي يعني لا طالما ذكرت للأحبة والإخوة وذكرت هذا أيضا على المنبر أن الإمام أبا حاتم الرازي وأبا زرع الرازي وكان مجايلين ومعاصرين الإمام البخاري رضوان الله عن الجميع ورحمه الله الجميع وعلى مقامهم أبا حاتم وأبا زرع ولا يقلان لا يقلان عن البخاري في رفعة الدرجة ورسوخ القدم في هذا الباب في باب علوم الحديث المختلفة للأسف الشديد كان لا يرتضيان الإمام البخاري كله يعني هما لا يعتبران الإمام البخاري وهو أمن هو بلا شك هو يعني أعظم الحفاظ على يعني طول عمر هذه الأمة المرحومة ولكن يعني هما لم يريه بتلك المثابة ولم يرتضيان كما ذكر ذلك عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في أول موسوعة وضعت في علم الجرح والتعديل وترجم للإمام البخاري بأسطر قليلة فقرة قصيرة جدا من أسطر بضعة أسطر وذكر أن أبا وأبا زرعة لم يكون يرتضيانه رضي الله عن الجميع فالموضوع ما كانش عنده بالقداسة التي يعني آل إليها للأسف في زماننا وحتى قبل زماننا بأزمان مما نطعن في أحاديث موجودة في البخاري ومسلم الإمام التلمذي وهو تلميذ البخاري أبو جعفر العقيلي العلامة ابن مندى رحمة الله قلت قبل خير أبو بكر البياقي أبو محمد ابن حزم أبو الحسن الدهر أخوطن طبعا الإلزامات والتتبع أشهر عمل في هذا الباب وطبعا ابن الجوز كما ذكرته أبو مسعود الغساني الجياني ابن عمار الشهيد أبو الحسن ابن الخطان دفع الوهم والإهام العلامة الشيخ ابن تيمية العلامة ابن القيم من المحدثين رشيد رضا رحمة الله صاحب المنار العلامة الألباني رحمة الله علي العلامة الألباني تكلم تقريبا على ما أذكر في نحو عشرة أحديث أو أزيد في البخاري حتى الشيخ ابن عثيمين على ما أذكر طعن في حديث الجساسة وفي صحيح مسلم فيعني لا يرعكم الأمر ولا تظنوا أن القضية خطيرة لأن بعض المعاصرين وهم أقرب ماذا أقول إلى وعاظ العلماء منهم إلى إيه إلى يعني جادي وصالمي محققية العلماء تقريبا يفهمك يعني أن التشكيك والكلام في هذا الباب قد يخرجك حتى عن الملة ويفسد إيمانك لا 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 الموضوع ليس بهذه الطريقة ونحن في نهاية المطاف إذا لززنا واضطررنا إلى المفاضلة والمخائرة بين مثابة رسول الله بين سمعة رسول الله بين عرض رسول الله وبين سمعة البخاري وكذا لا نحن نقدم بلا شك وبله درد سمعة رسول الله ولا نرضى بأن يعني ينسب إلي شيء ربما يعني يقدح فيه ولو من زاوية خفية ويعني لعلكم سمعتم بمحنة الإمام وكيع ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه شيخ الإمام أحمد بن حنبل وأنبغ تلاميات سفيان الثوري لم يخلف سفيان مثله بل روى عنه سفيان في حياته لنبالته ورسوخ قدمه الإمام وكيع ابن الجراح أعتقد توفي ربما سنة سبعة وتسعين ومئة للهجرة قبل نهاية الثانية رضوان الله علي نجى بعجوبة وبفضل الله ورحمته من القتل مصلوبا في مكة لماذا؟ لأنه روى حديثا ذكر فيه أن الرسول صلواته ربي وتسليماته عليه بعد أن التحق بالرفيق الأعلى وقبل أن يدفن وقد ترك الرسول يوما وليلا قبل أن يدفن ربائي بطنه وانثنت خنصراء فعدوا ذلك منه زندقة وكفرا وأنه يريد أن يغمز الجناب المصطفوي الكريم لهم إحنا طويلة يمكن أن تقعوا عليه في كتب كثيرة يعني ربما من أقربها سير علامة نبلاء للإمام الذهبي قفوا عليها بتفاصيلها وسوف تبكون على هذا الإمام الجليل لكن هكذا فإحنا اليوم لماذا يسد هذا الباب ويعني يطلب مننا أن نسكت على أحاديث يعني ربما تطرق طريقا للطعن في عقر رسول الله وفي كده إيش خطير مثل حديث الفقر هذا هذا إيش خطير جدا ونتهم نعلم الزندقة حجيم يعني نتهم نعلم الزندقة لأننا لا نريد أن نطرق ولا نريد أن نفتح هذه السبيل التي يمكن أن تكون طريقا للطعن فيه ماذا أقول أستقبل الله العظيم لا أعد يعني أكتفي بهذا القدر يعني إذا كان ثمت سؤال في هذا الباب أزيد من ذلك أنا أتكلم إن شاء الله لكن ترجمة نانسي قنقر